اشتركوا في القناة في حالة عدم تناول وجبة السحور الأكثر صحيا باستثناء مشروبات صحية كالروب وبعض التمور أو الفواقه كأس فور الاستيقاظ من النوم واقفا هام جدا كأس بعد 15 إلى 30 دقيقة وقبل تناول مشروبات صحية كالروب وبعض التمور أو الفواقه الخيار الثاني في حالة تناول وجبة السحور كأس فور الاستيقاظ من النوم أو قبل السحور بين 15 إلى 30 دقيقة واقفا هام جدا كأس 15 إلى 30 دقيقة بعد تناول وجبة السحور للوجبات الخفيفة أو حوالي ساعة من تناول وجبة السحور للوجبات الثقيلة ولكن هذا غير صحيء إلا في الحالات الاستثنائية فترة المغرب والفترة الليلية الخيار الأول في حالة تناول وجبة العشاء مبكرا كأس قبل وضع أي شيء في الثم باستثناء نسبة قليلة جدا من مشروبات صحية كالروب أو العصائر وكمية قليلة من التمور أو الفواقه هام جدا كأس 15 إلى 30 دقيقة قبل تناول وجبة العشاء هام جدا كأس بعد تناول وجبة العشاء بحوالي ساعة على الأقل كأس خلال الفترة الليلية أو قبل النوم بحوالي ساعة الخيار الثاني في حالة تناول وجبة العشاء متأخرا كأس قبل وضع أي شيء في الثم باستثناء نسبة قليلة من مشروبات صحية كالروب أو العصائر وكمية قليلة من التمور أو الفواقه هام جدا كأس بعد حوالي نصف ساعة كأس 15 إلى 30 دقيقة قبل تناول وجبة العشاء هام جدا كأس بعد تناول وجبة العشاء بحوالي ساعة على الأقل أو قبل النوم بحوالي ساعة عدم القلق أو الخوف عند حدوث التفريغ السريعة ولأكثر من مرة في اليوم لفترة مؤقتة حيث يقوم الجسم بالتخلص من التهابات المرضى عن طريق إزالة البكتيري الضارة والشعوم والسموم الناتجة من التمثيل الغذائية وهي نفايات وغازات سامة تتكون من ثاني أكسيد الكربون CO2 وكابريتيت الهايدروجين H2S والنيتروجين N وغاز الميثان CH4 التي هي المسؤولة في التدهور الصحي والإصابة بأكثر من 90% من الأمراض والالتهابات والتقلبات الصحية كما ارتهى ذلك الدكتور فارس الحجري ملاحظات واحد يجب أن لا تقل الكمية الواجب تناولها بمعدل ثلاثة لترات من الماء الساخن يوميا وفي البداية قد يكون صعب بل ستتأقلم به عما يحملها من فوائد صحية وعلاجية عديدة اثنان يقصد بكأس الماء الساخن ساعة حوالي 500 ملي أي نصف لتر يعادل قياسا لزجاجة أو قرورة مياه معدنية صغيرة ثلاثة حرارة الماء ساخنا حوالي 50 درجة مئوية أي أقل قليلا عن درجة حرارة الشاي ويمكن أيضا التعرف على مقياس الحرارة بحيث يمكن ملء الفم عند كل جرعة دون أن تحرق نفسك أربعة إن أهمية تناول كأس ماء ساخن قبل تناول وجبات الطعام بين 15 إلى 30 دقيقة حيث ينتقل الماء الساخن الذي تناولته إلى المعدة ويتسبب الغدد بإفراز هرمون وهي مادة تفرزها بعض الغدد في الدم فتنبه الجسد وتعينه تزيد في نشاطه ويختلت الماء مع الهرمون على امتداد المعدة لحمايتها من حامض الهايدروكلوريك الذي تفرزها المعدة لتسهيل عملية التمثيل الغذائي وهي عملية حضم الأطعمة وكسرها لإنتاج الطاقة للخلايا وبناء الأنسجة والعضلات خمسة تناول الماء الساخن يكون على جرعة ولا يمكن تناول كامل الكأس خلال جرعة واحدة ستة يجب التقليل من السكريات وتناولها بكمية قليلة جدا لا سيما خلال أيام الصيام سبعة ينصح تجنب الإفراط في تناول وجبات الطعام أي بكميات كبيرة فهناك دراسة توصل إليها الدكتور فارس الحجري حول قدرة الماء الساخن في توفير الطاقة التي تحتجها الخلايا بعيدا عن نفايات الأطعمة مقارنة بالطاقة التي توفرها الأطعمة للخلايا أثناء عملية التمثيل الغذائية وبالتالي الاكتفاء بنسبة قليلة جدا من كمية الأطعمة بالاستثناء مرة أو مرة أو أسبوعيا بحد أقصى ثمانية ينصح بتجنب مشروبات غازية ومشروبات مضافة عليها مكعبات الثلجية أو شديدة البرودة تسعة يفضل تناول الماء الساخن للاستخدام المنزلية في كأس زجاجية شفافة مزود بمقبض بدلا من الكوبة غير شفاف لوجود شرح علم مفصل عشرة يتكون الجسم الإنسان من نسبة حوالي 75% ماء بينما مخ الإنسان يتكون من نسبة 76% ماء ويستقبل المخ نسبة 20% من الأكسجين وهي الأعلى كما يستخدم نسبة 20% من الطاقة وهي الأعلى عن أي عضو آخر في الجسم عما الكبد فيخزن أكبر كمية من الهيدروجين تليها الأمعاء ثم الكليتين ثم القلب ثم الرأتين وآخرها الطحال فعندما يكون الإنسان صائما عن الماء تحديدا خلال مدة تتراوح بين 12-15 ساعة وفي بعض البلدان تحديدا خلال الفترة الصيفية التي قد تصل إلى 17 ساعة فيحدث نقص الشديد في كمية السوائل أي الماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين مما قد يؤدي إلى تدهور الوضع الصحية وقلة التركيز والإحساس بإرحاق شديد والصدع المزمن إلى آخره مما يوصى الدكتور فارس بأهمية الالتزام الكامل للحد الأدنى لكمية الماء الساخن التي لا تقل عن ثلاثة لترات ماء الساخنية خلال أيام الصيام إضافة إلى مراعاة أهمية تناول كأسين من الماء الساخن قبل الفجر 11- يفضل استخدام كأس ساعة 500 ملي أي نص لتر خلال أيام الصيام وذلك نظرا لقيلة الوقت خلال الفترة الليلية 12- يجب التقيد بدرجة حرارة الماء الساخن المحددة للكبار والصغار 13- ولا يجوز إضافة أي مادة إضافية أخرى كالعسل أو الشاي أو قطرات من الليمون إلى آخره لأسباب علمية مفصلة 13- وبإختصار ألف يتغير مفعول الماء الساخن عند التغيير في درجات حرارته 14- ويصبح إما مضرا للصحة أي الماء البارد أو الماء المغلي 15- إما عديم النفعة وهو الماء الفاتر أو الحار أو الدافئ 16- إما صحي في جميع جوانب الصحة الجسدية والعاطفية أي النفسية والعقلية والروحية 16- وهو الماء الساخن 17- با 18- وكذلك عند إضافة أي مادة أخرى فيصبح إما مادة سامة 18- مثالا لبيروكسيد الهيدروجين 19- وهو مجرد ضرة إضافية من الأوكسجين على الماء 20- إما يصبح عشابة مثل عند إضافة الشاي أو الليمون أو العصل إلى آخره 13- يجب مرعاة عدم تجاوز أكثر من ثلاثة ساعات بين الفترتين 20- لتناول الماء الساخن باستثناء عند الحالات الضرورة والغير متكررة بصفة دائمة 14- يجب عدم تناول أكثر من لتر ماء الساخن خلال ساعة واحدة 15- هناك إمكانية تلقي لدى بعض الأشخاص لأول مرة أو مرتين أو أكثر أحياناً 15- كما أنه من الطبيعي الجسم سيمور إلى مرحلة التخلص من السموم 16- وهذا سيكون لفترة أسبوعين أو أكثر في بعض الحالات 16- العلاج بالماء الساخن علاج طبيعي 17- ولا يتسبب أي أضرار صحية على الإطلاق 18- بل يحمل فوائد صحية وعلاجية عديدة 18- بحيث هي الوسيلة نحو إعادة إحياء الهيكل البيولوجي والجيني والسيكولوجي للجسم 19- وهناك شرح مفصل بكل تفاصله العلمية 17- تصنف الأساليب الصحية والعلاجية للماء الساخن على النحو التالي 21- البرنامج الصحي والعلاجية لطريقة تتناول الماء الساخن 22- العلاج بكمادات الماء الساخن 23- العلاج ببخار الماء الساخن 24- العلاج بالهواء الحراري والماء الساخن 24- حقوة Air Therapy HAT إلى آخر 25- جميع هذه الأساليب الصحية والعلاجية بالماء الساخن لها فوائد الصحية وعلاجية عديدة 25- منها الداء السكري 26- الكوليسترول 27- الربو 27- حساسية الجيوب الأنفية 28- الروماتيزمة 28- الصدعة 29- الصدعة النصفية 29- السرطان 30- ألام أسفل الظهر 30- أمراض النساء 31- الولادة بدون ألم 32- حماية الجنين 33- الصدفية 33- ارتفاع ضغط الدم 34- ضعف النظر 35- أمراض الجلدية 36- أمراض القولون 36- القرحة 36- الارتجاء المعادية المريئية 37- الغازات 38- الحموضة 39- أمراض الكلياب 39- أمراض الكبد 40- وارتفاع انزيمات الكبد 41- البدانة 42- تقويت الذاكرة 43- تنشيط الدورة الدموية 43- إزالة الجلد الميت 44- معالجة الأضرار الراديكالية الحرة 44- المسؤولة في عالمات التقدم بالسن 44- الضعف الجسدية 45- تقويت الجهاز المناعي 45- الضعف الجنسية إلى أخيره 46- إضافة إلى فوائد صحية 46- وعلاجية عديدة 47- يوصيك الدكتور فارس الحاجري 47- مكتشف العلاج بالماء الساخن 48- وفوائده الصحية والعلاجية 49- بضرورة التزامك بالتطبيقات الصحية والعلاجية 50- الست للماء الساخن 51- الإيمان بفوائده 52- التطبيق 53- الاستمرار 54- التقدير 55- المواظبة 56- فهم زياه بقدر المستطاعة 57- تتفاوت النتائج من شخص لشخص 58- ولعدة عوامل 59- وفقكم الله 60- والسلام عليكم 60- ورحمة الله تعالى وبركاته 60- والسلام عليكم 60- ورحمة الله تعالى وبركاته 60- يرجى التكرم بالآتي 60- تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب 61- الخاص لدكتور فارس الحجري 61- نشرها على الآخرين ليستفيدوا كذلك 62- تسجيل ملاحظاتك 63- تسجيل تجربتك 64- فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين 64- والسلام عليكم 64- ورحمة الله تعالى وبركاته 64- أخوكم الدكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري 65- مواطن من سلطنة عمان 67- اشتركوا في القناة 69- تسجيل 70- تسجيل 70- 38- اشتركوا في القناة 61- تسجيل 62- تسجيل 62- تسجيل 63- يون